كثير من أشخاص تستخدم الانترنت مثل فيسبوك وإنستغرام وأي موقع تاني بس قدل منهم اللي بيعرفوا ان هاد الموقع من شو مكون أو شو هي أساسيته حتى يصي انت عندك موقع لذلك رح نحكي بهذا الفيديو بشكل سريع وبسيط عن محتويات الموقع وكيف ممكن تدير تحصل على موقع مثل هالشي أو شو هي الأساسيات اللي بيحتاج له حتى يصير عندك موقع مثل الفيسبوك أو أي موقع تاني أولا معكم نحمد بن ملشي وتانيا نشترك على القناة وعلى الفيسبوك لأن الفيديو القاضي ما رح نحكي عن كيف ممكن تربح من خلال الموقع أو من خلال الانترنت تلك العام لحتى تنطلق بالعالم الانترنت ويصير عندك شيء تعتبره ملكك اللي هو مثل أي عقار برأي ممكن يصير مع الايام هو الدومان كلمة الدومان اللي هي بتعني اسم الموقع اللي هو على سبيل المثال فيسبوك.com، انستغرام.com أو محمدجي.net هذا اللي هو اسم الموقع اللي هو عندنا نستخدم عليه كلمة الدومان يعني انت المبدأ تأسس موقع على الانترنت أول شيء بتحتاج انك تختار الدومان اللي هو اسم الموقع ويوفدها الاسم انه يكون أصير وبيعاني أو بيوح عن الشيء اللي انت بتشتغله أو ممكن تستخدم فقط عبارة عن اسمك الشخصي أو كنيتك للموقع طبعا من وين انت بتشتري هذا الدومان؟ في مواقع كثيرة وأشهرة هو GoDaddy راح نحن ترابطه على الفيديو أو أسفل الفيديو هو هذا الموقع يعتبر هو تقريبيا أكثر موقع مخصص لشراء الدومينات والهوستنج لحنا نحكي عن الهوستنج كمان بتقدر تفوت على الموقع وبتقدر تكتب الاسم اللي انت بتاكيا أو اللي بتحتاجه وبتبحث عنه في حال موجود راح يكتب لك أدي سعره في أسماء بتكون سعره مرتفعة كثير لأنه أسماء مهمة وفي أسماء ممكن تكتبها فتقال لك أنه أساسا غير متاحة في حد تاني يستخدمها وممكن يقدر يرجع إلى رضا للبيع ويربح كمان من خلال هذا الموضوع فإذاك من خلال موقع GoDaddy بتقدر أنت تحصل على أسعار الدومينات وبتقدر تشوف أساسا نظام توفر الاسم اللي بتحكيه أولا ثانيا بعد ما اشتريت هذا الدومين لازم تربطه بشي اسمه هستنج وهو يعتبر مساحة المساحة هي بكون مكونة من معالج ورامات وهارت المعالج بتحتاجه بشكل عام لحتى يكون قوة موقعك جيدة يعني بتقدر موقعك يتحمل زوار كثير يعني ممكن يتحمل ألف شخص بذات الوقت فيطين على موقعك فإذاك أنت بتحتاج إلى قوة الموقع فإذاك لازم يكون الهوستنج قوة جيدة يعني المعالجة قبل اثنين هاتك الرامات اللي هي كمان زغط الكمبيوتر بالطبط اللي انت الرامات تحتاجه هاته يكون سرعة الموقع جيدة يعني ما يكون الشخص عم يتصفح موقعك يكون سرعة تحميل الملفات اللي بقلبه سريعة ما يكون بطيئة لأنه طبعا زيارة شخصة الموقعك وفي حال ما فتح الموقع بسرعة فممكن يطلع الشخص من الموقع بشكل سريع فإذاك تحتاج أنت يكون موقعك سريع وبيحمل بياناتك بشكل سريع وثالث شي هو اللي هو الهارت اللي هي مساحة التخزين الأساسية اللي في كتبه وكرت الزاكرة اللي هو بينظر عليه الآلب والمعلومات اللي انت رح تحطهم بقلب الموقع فلذلك كيف يكون عندنا الهوستنج هو عبارة عن معالج ورغمات وكرت زاكرة او الهارت هذون هنين منحتاجون لحتى نربطهم بالدمان بعد من نربطهم لازم تختار آلب الموقع اللي هو الشكل في الموقع لما حدا حيفوت على الموقع شو هيزهر له الشكل شو هي المحتويات بقلبه هل انت بتكتعمله متجر هل انت بتكتعمله عبارة عن مجلة حسب الشي اللي انت بتشترك دول رح يكون الشكل يجب يكون مناسب له وسريع ومناسب لاشخاص اللي هيتصفحوا الموقع بيكون بسيط وسهل له وهي بشكل بسيط هي محتويات او اساسية الموقع اللي هو مثل حكينا دومين و هوستنج الهوستنج بيتألف من معالج رامات هارت هذول هنين بتحتاجون لحتى ترفع عليهم القالب وشكل الموقع يعني والبيانات اللي انت بتكيها تكون موجودة بقلب الموقع شا تكون استفدت من الفيديو اعتقد انك استفدت من الفيديو غير اذا انت تشتغل بهذا المجال وحاليا لازم تكون صار عندك معلومات جيدة عن الموقع وشو هي اساسية الموقع اللي حتى يصير انت عندك موقع هذول من الاشي اللي بتحتاجه وهيكا يكون خلص فيديو اليوم انشاء تكون استفدتم من الفيديو لا تنسى تشارك الفيديو لأصدقائك وتعمل لانتاك اذا في حدا مهتم بهذا الموضوع نراكم فيديو هاتش جديد سلام